لماذا الطعن سريعا في نتائج هذه الانتخابات مع العلم أنها نتائج أولية هل هي خطة دفاعية من قبل الرئيس ترامب كما اعتاد عليه الأمريكيين بالفعل الرئيس ترامب كان يستعد بتصريحات نارية أدل بها حتى قبل موسم الانتخابات بأنه لن يستسلم بسهولة لمسألة الخسارة وأنه سيتصدى لأي محاولات من جانب الديمقراطيين للقفز على الفوز الانتخابي السريع هو يحارب بمنطق الصبر أو منطق الحرب طويلة الأمد ومن سيكون قادرا على الانتظار فترة أطول هو الذي سينتصر وفقا لتقديرات ترامب والمعسكر الجمهوري فإن الفترة الطويلة وامتداد الفترة الزمنية تؤدي إلى مزيد من الأخطاء والأمر الذي يمكن تصيده من جانب الفرق القانونية ومن جانب المواطنين حتى المشاركين من أنصار ترامب في هذه الحملات وهذه اللقاءات وحتى المعارك القانونية يعني يتم تصيد أي خطأ قانوني سواء في عدم ادخال المراقبين من جانب معسكر الديمقراطي الجمهوري إلى مقار المراكز الانتخابية وهكذا أي أخطاء يمكن تصيدها سيكون ذلك خلال طول فترة انتظار المعركة القانونية شكرا شكرا